موسيقى شهدنا الكرام نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نبدأها بالعناوين أهلا بكم رئيس مجلس القيادة يرأس جانبا من اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تطورات المحلية والإقليمية والأوضاع المعيشية والخدمية موسيقى رئيس الوزراء يبحث مع سفيري جمهوريتي بولندا وفرنسا الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في بلادنا موسيقى وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب لا أكثر من تسعة آلاف شهيد موسيقى إلى التفاصيل أهلا ومرحبا بكم رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وذلك في إطار التنسيق والوثيق بين مؤسسات السلطة التنفيذية لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية بما في ذلك الموقف الاقتصادي والأوضاع المعيشية والخدمية والاستجابة المثلة للمتغيرات الراهنة والتحديات المتشابكة مع مختلف المستويات وعلى مختلف المستويات ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وأعضاء الحكومة أمام المستجدات المتعلقة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وأشار الأخ الرئيس إلى استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية والتنصل من كافة الالتزامات التهديئة مغلبة في ذلك مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيسة وأعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستوى الأداء والإرادات العامة ومكافحة الفساد والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية المدعومة من الأشقاء والأصدقاء كما جدد فخامته الثناء على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقف العملة المحلية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حيث جرى استعراض تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة وتحسين الإرادات ومكافحة الفساد والتسريع بمصففة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية على ضوء توجهات فخامة رئيس مجلس القياد الرئاسي وقدم رئيس الوزراء حاطة إلى أعضاء المجلس حول نتائج الاجتماع السابق المنعقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القياد الرئاسي بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والأولويات التي تم التركيز عليها والمتصلة بوضع سعر صرف العملة الوطنية والسلع وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة موجهنا الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من المعالجات المتخذة في الاجتماع وفق مسار سريع والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ أول أولا بأول ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى اطلاع رئيس مجلس القياد الرئاسي على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية بالتنسيق مع شركاء اليمن والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الكهرباء مشددا على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية وتطرق رئيس الوزراء إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية ونتائج اجتماعاته في عدن مع سفراء عدد من الدول المعتمدين لدى بلادنا ومواقفهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف الجوانب مجددا موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا والضغوط الدولية المطلوبة على ميليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام كما وجه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد وتضمينها في خطتها العملية بشكل فوري وطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان على إحاطة عن الوضع الصحي والإنساني في المحافظات الشرقية سقطرة والمهرة وحضرموت التي تعرضت لعصار تيغ والجهود المبدولة لاستجابة لها ومواجهة أضرارها مشيرا إلى تزايد انتشار حالات الكوليرا في مخيمات اللاجئين غير الشرعيين في محافظات شبوة ومأرب والتداعيات الصحية حول ذلك وخطورتها على المجتمعات المضيفة والجهود المبدولة من وزارة الصحة للتعامل معها وأكد المجلس على الوزارات المعنية إعداد تقارير شاملة حول الآثار المدمرة التي خلفها لعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة والسقطرة وحضرموت وتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية والتجارية والرفع إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم وصادق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ووجه الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة وإبلاغ المنظمة بذلك ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام لإعداد التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية للمستدامة عشرين ثلاثين وأقر تشكيل لجنة إشرافية علية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المياه والبيئة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والفني والداخلية والكهرباء والطاقة والأمين العام لمجلس الوزراء وتتولى اللجنة الإشرافية متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بذلك والنظر في الموضوعات والمقترحات التي ترفع إليها والمتصلة بأهداف التنمية المستدامة واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع حول مستجدات لوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب وتصعيد ميليشيات الحوثية المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها في ردع هذه الميليشيات والانتصار في معركة اليمن والعرب الوجودية مشيرا إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العلية لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش وميليشيات الحوثي ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات التي تنشط فيه ميليشيات الحوثي منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية وطلع مجلس الوزراء على إحاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني استعادة مؤسسات الدولة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال مجددا رفض اليمن التهجير القصري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذي يعد خرقا للقانون الدولي وطلع مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية والتعليم حول سير الاختبارات للعام 2022-2023 وتدشين العام الدراسي 2023-2024 كما اطلع على تقرير وزير المياه والبيئة حول مشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي والتي عقدت في مدينة فانكوفر بكندا خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من أغسطس 2023 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفير جمهورية بولندا لدى بلادنا روبرت روتسيك ونقل السفير روتسيك إلى رئيس الوزراء تحيات نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي وتمنياته للحكومة اليمنية النجاح في اجتياز الأوضاع الصعبة وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني مؤكدا استمرار دعم بلاده للشرعية اليمنية وانجاح الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية وبحث اللقاء ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء التحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة والإمكانات المتاحة للشراكة بين اليمن وبولندا في مجالات عديدة واستعرض رئيس الوزراء مسار التسوية السياسية في اليمن والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الإقليمية والأممية والدولية مقابل استمرار رفض وتعنت ميليشيات الحوثي متطرقا إلى التحديات التي تواجه الحكومة والجهود المبدولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والخطط التي تسعى إلى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وتخفيف معاناة الشعب اليمني حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقاتة عدن سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا كاترين كرم كيمون بمناسبة تسلم مهام عملها الدبلوماسي عقب تقديم أوراق اعتمادها إلى فخامة رئيس مجلس القياد الرئاسي وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة متمنيا لها توفيق في مهام عملها الدبلوماسي مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقيام بمهامها في استمرار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات واجرى خلال اللقاء بحث المسجدات على الساحة الوطنية والتحركات الإقليمية والأممية والدولية المستمرة لإحلال السلام في اليمن وما تواجه من رفض وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي إضافة إلى إجراءاتها الأحادية لتدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها والخطر الذي تمثله على الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث جدد رئيس الوزراء مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد ومحاولة للإبادة الجماعية من قبل سلطات الاحتلال الصهوني داعيا إلى القيام بدور حاسم من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأشهد رئيس الوزراء بالدعم الفرنسي المستمر للحكومة والشعب اليمني والذي يأتي مقصدا للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين معربا عن تقديره لدعم الأصدقاء الفرنسيين لخطط الحكومة وبرنامجها للإصلاحات وما تقوم به من جهود لتحقيق استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة بدورها جددت السفيرة الفرنسية دعم بلادها للحكومة اليمنية للقيام بدورها في خدمة الشعب اليمني مؤكدة أنها ستبذل قصار جهدها للتعزيز علاقات التعاون بين فرنسا واليمن في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة من الشراكة حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة التقى وزير الخارجي وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا لدى بلادنا موغوبو ديفيد ماخابي بعد تقديم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وصول الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وتطرق الوزير بن مبارك إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في دعم مساعي السلام العادل والشامل الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها مشيرا إلى الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ودعم اليمن لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من جانبه أكد سفير جنوب أفريقيا استمرار دعم بلاده للحكومة الشرعية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في بلادنا بحث وزير الخارجي وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة الموقتة عدن مع سفير بولندا لدى بلادنا روبرت بوتسك العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة لإسئناف العملية السياسية وإنهاء الحرب وجدد سفير البولندي دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن ورغبتها بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين كما بحث وزير الخارجي وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة الموقتة عدن مع سفيرة فرنسا لدى بلادنا كاترين كرم كيمون تطورات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والوصول لتسوية سياسية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وسلم التسفير كيمون لوزير الخارجي رسالة من وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا أكدت فيها خلالها روابط الصداقة بين البلدين ودعم فرنسا لجهود الحل السياسي في بلادنا التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الدعري في العاصمة الموقتة عدن سفيرة فرنسا لدى بلادنا كاترين كيرم كيمون والملحق العسكري جنيد غودة وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ظل استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاكاتها وسهدافها لمواقع القوات المسلحة ومخيمات النزوح والمدنيين وتعنتها ورفضها لمبادرات وجهود المجتمع الدولي الرابية لتحقيق السلام استعرض وزير الدفاع مسيرة الميليشيات الحوثية في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات منذ تمردها على الدولة في صعدة قبل عقدين من الزمن مؤكدا أن التمرد على الأعراف والقوانين ونقض العهود من صميم بنية هذه الجماعة الإرهابية وأكد الوزير الدعري استمرار النظام الإيراني بتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية لاستخدامها في زيادة التوتر وإقلاق سكينة المنطقة وتهديد الملاحة الدولية لافتا إلى رفض الميليشيات الانصياع للسلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني بزعم حقها الإلهي بالسلطة والثروة وهو ما ولن يقبل به اليمنيون الأحرار على امتداد الوطن من جهتها جددت سفيرة فرنسا دعم بلادها للحكومة اليمنية مؤكدة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني في العاصمة الموقتة عدن مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا كاترين قرم كيمون تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين سيما في المجالات الثقافية وسبل تطويرها وأشهد الإيرياني بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ومنها في المجال الثقافي والإبداعي وأخيرها الحفل التراثي نغم يمني في باريس الذي أقيم في الثاني من أكتوبر الماضي على مسرح مغادوغ الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس الذي نظمته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة حضر موت للثقافة والسفارة اليمنية في باريس والتي كان لحكومة وسفارة فرنسا لدى اليمن دور كبير في نجاحه من خلال تقديم التسهيلات والدعم الليغستي والمشاركة والحضور المتميز وتطرق الإرياني إلى معاناة الوسط الفني والثقافي جراء انقلاب ميليشيات الحوثية الإرهابية التي تحرم الغناء والموسيقى وتعتبر التراث والآثار كأوثان يجب تدميرها والقضاء عليها وكذا محاولات الميليشيات الدؤوبة لاستبدال الهوية اليمنية بالهوية الفارسية وأشار إلى توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تطبيع الحياة الثقافية وتشجيع المثقفين والمبدعين وخلق فرص عمل لهم وكذا حرص فخامته ومتابعته المستمرة لجهود الحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب والعبث والعبث بها وتوجيهاته الدائمة بإلاء هذا الجانب اهتماما خاصا مشددا على همية أن يكون للمجتمع الدولي دور في حماية الآثار من التهريب وتنسيق الجهود لحماية الآثار والتراث من الاستهداف الممنهج للجماعات الإرهابية والمتطرفة وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي مثمنا الدعم الفرنسي لبلادنا في المجالات الثقافية وكذا دعم الشرعية في كافة المجالات وبالأخص جهود السلام وإنهاء الحرب كما أشاد الإرياني بالاتفاقية الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي أسهمت في حماية الآثار واستعادة العديد من القطع الأثرية المسروقة مؤكدان استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقات مماثلة مع الدول الشقيقة والصديقة لما من شأنه الإسهام في استعادة الآثار اليمنية المهربة وحمايتها من النهب والسلب من جهانبها أكدت السفيرة الفرنسية كاترين قرم كيمون حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثقافية مع اليمن والإسهام في دعم الحكومة اليمنية للحفاظ على الموروث التاريخي والحضاري وكذا دعم بلادها لكل جهود تحقيق السلام في اليمن وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بدورها في هذا الخصوص بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الكوري دو بينج كاي تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتعزيز حجم التبادل التجاري الذي كان يبلغ سابقا مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا وانخفض بشكل كبير حاليا إلى مائة وسبعة وعشرين مليون دولار سنويا بسبب الحرب التي اشعلتها الميليشيات الحوثية أشهد الوزير الأشول بمواقف الأصدقاء الكوريين في إسناد جهود الحكومة بالجوانب التنموية والاقتصادية وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين مستعرضا آلية تحفيز القطاع الخاص لتحسين الميزان التجاري مع كوريا داعيا الشركات الكورية لزيارة اليمن وبحث الفرص الاستثمارية الممكنة وخصوصا في مجال الطاقة من جهة جدد السفير الكوري دو بونغ كاي التأكيد على دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وجهود تحقيق السلام في اليمن وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين متطرقا إلى استثمارات الشركات الكورية بمنشأة بالحاف ورغبتها في الاستثمار بموانئ اليمن وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن احتفل مستشفى عدن العام ومركز القلب بمرور عام على بدء مشروع تشغيل وإدارة المستشفى ومركز القلب في محافظة عدن حيث استفاد منه أكثر من 200 ألف مراجع وذلك حتى سبتمبر 2023 ووجدت فيه 4482 عملية منذ تشغيله في ديسمبر 2022 منها أكثر من 3000 عملية في المستشفى ونحو 1700 عملية في مركز القلب تضمنت عمليات قصطر قلبية وقلب مفتوح وسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل وإدارة المستشفى عبر 14 عيادة متخصصة بالإضافة إلى مركز القلب وذلك بجهود متكاملة مع كافة شركاء التنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة وتحسين مستوى الأداء في القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها من المحافظات وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف زين السقاف وقائد قوات التحالف العربي العميد حسين الحربي تم استعراض إنجازات العام الأول لتشغيل المستشفى ومركز القلب وأشاد وزير الصحة بالجهود الكبيرة التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم القطاع الصحي في اليمن مشيرا إلى أن إعادة تأهيل وافتتاح مستشفى عدن العام ومركز القلب قد ساهم بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في محافظة عدن وعموم محافظات الجمهورية وثمن وزير الصحة الدور الكبير لقيادة المستشفى ومركز القلب وكافة الطواقم الطبية العاملة في المستشفى على الخدمات التي يقدمونها في تقديم الرعاية الصحية للمرضى القادمين من مختلف المحافظات من جانبه أشاد وكيل محافظة عدن السقاف بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الذي أصبح قبلة المواطنين من مختلف المحافظات لتلقي العلاج فيما أوضح قائد قوات التحالف العربي إلى أهمية المشاريع الطبية في تعزيز الحالة الصحية والعلاجية لدى المواطنين مؤكدا بذل مزيد من الجهود التي تساعد على الاستقرار المعيشي والخدمي للشعب اليمني وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات التي أسهمت في إنجاح ودعم وافتتاح هذا الصرحة الطبية الأكبر في اليمن مستشفى عدن العام ومركز القلب في عدن كانت هناك صعوبات كبيرة في إنجاز مثل هذا العمل العظيم الذي اليوم نحتفل به لا شك أن هذا يأتي الإنجاز ثمرة من الثمرات الطيبة ومن التعاون الكبير ومن الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عادة وعبر البرنامج الشعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي لديه مشاريع كبيرة في اليمن نحن هنا في المستشفى الثالث الكبير لدينا ثمرات أخرى لديه في مستشفى في محافظة الصعدة في آخر في محافظة حجة الثالث في محافظة عدن وهناك مشروع كبير جدا يقام حاليا في محافظة المهرة مدينة الملك سلمان الطبية التي تكون صرح كبير جدا عبر كليات طبية ومستشفى جامعي هناك مشروع قادم في محافظة حضراموت وآخر في محافظة التعز فنحن نتكلم عن مستشفيات عملاقة ستدعمنا في القطاع الصحي وهذه مجرد أمثلة على الدعم كبير جدا في جوانب أخرى لكن بالنسبة لنا في القطاع الصحي ستمثل هذه المستشفيات عند اكتمالها دعم كبير للقدرات وخصوصا بخصوص ما نعرف ما تعاني اليمن من ضعف الإمكانيات وفي القدرات نحتفي اليوم سويا بمرور عام على بدء مشروع وتشغيل إدارة مستشفى عدن العام ومركز القلب عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهو المشروع الحيوي الذي يأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدم المملكة العربية السعودية لأشقاء اليمنين بتوجيه من المولاي خادم الحرمين الشريفين وولي أهده الأمين حفظهم الله أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء في غزة منذ بدء الحرب لأكثر من تسعة آلاف بينهم ثلاثة آلاف وسبعمائة وستون طفلا و2326 سيدة و32 ألف مصاب وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مجزرة خلال 24 الساعة الماضية راح ضحيتها 256 شهيدا ومئات الجرحة من جهة أخرى أعلنت الصحة الفلسطينية عن توقف 48 مستشفى ومركزا صحيا عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مؤكدة أن كبرى مستشفيات القطاع ومن بينهم مستشفى الشفاء بمدينة غزة مهدد بالتوقف بشكل كامل فيما توقفت المولدات الكهربائية لمستشفى الاندونسي بعد نفاذ الوقود المشغل ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرمان القطاع من الكهرباء والوقود للأسبوع الرابع على التوالي محذرة من كارثة صحية ستطال آلاف الجرح والمرضى نتيجة ذلك الآن إلى حالة التقسي ودرجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بإنشاءة الله تعالى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وزارة الصحة الفلسطينية اشتركوا في القناة